طيب خلينا في البداية نعرف ايه هو التعليق الصوتي التعليق الصوتي هو فن الاداء الصوتي او التعبير بالصوت يختلف بقى باختلاف النص اللي انتهت اقرائي ممكن تقرأ مثلا نشرة فده عايز طبقة عميقة شوية زي طبقة القرار صرح المتحدث الرسمي باسم الشركة الاعلامية المتحدة انها بصدد نقل مقرها الرئيس الى مدينة الانتاج الاعلامي وهكذا ده اخبار برضو يعني لازم تعرف طبقتك الصوتية والمساحة الصوتية بتاعتك اشتعرف تقدي بالشكل الصحيح برضو نفس الكلام غير الاخبار في وثائقي يعني في اخبار في وثائقي للوثائقي اللي هو مثلا زي في فراغ يوحي بالعدم ظلام دامس يغطي المكان طبعا ده يختلف على الاعلان الاطفال هم كبار الغد وجهودهم تستحق المكافأة مع كيندر جوي سام نحو مستعادة ده اعلانات ده اعلانات وبوابة ارقام المالية الاقتصادية السعودية وطبعا اللي اشتعرف ان انا اشغال في الموقع الجميل المحترم ده موقع زاد اكتشفت نفسك امتى ان انت صوتك حلو وتعرف تقدي هل ده مثلا معتمد على الموهبة بس ولا انت كمان درست مثلا او طورت بالنفسك احنا من صغرين واحنا بنحب نقف قدام المايك من الايام الازعى المدرسية واحنا صغيرين فابتدائي بقى في اعدادي في سنوي فالموضوع جايب معايا والناس بتقول علي ان انا كويس في الحتة دي فبعد كيا دخلت اعلام ودخلت قسم الاداعة وتلفزيون وخلاص بقى قررت ان مجال التعليق الصوتي يكون المهنة بتاعتي اللي انا ممكن اقدر امتهنها وتدخلي عائد مندي هل درست يعني؟ اه طبعا التعليق الصوتي يعني مش شرط ان هو حد يدرس الاعلام او ان هو يدخل قسم الاداعة وتلفزيون لا اي حد ممكن يمتهنه ولكن لازم يبقى عندك المقاومات الاساسية والعلم الكافي انك انت تبدأ فيه لا مش اي حد ممكن يبقى معلق صوتي يعني مثلا حاجة اي حد ممكن صوته مش حلو يبقى معلق صوتي ولا هي ملاش علاقة بالصوت ده سؤال حلو كل واحد ليه بصمة صوتية معينة يعني كل صوت كل اصوات تنفع يعني كل واحد عنده صوت معين ممكن يوظفه في جانب اخر انا سعب بحيس ان ما بيعجبنيش صوتي لانت سجلتي ايه يعني ممكن صوتك ينفع في الدبلاج ممكن ينفع في الكتب الصوتية ممكن ينفع في فنون او في حاجات تانية انت ما تعرفهاش وفي الغالب على الفكرة اصلا انك ما تحبش صوتك ده يعني عريت حاجة قبل كده ان احنا لماذا لا نحب اصواتنا انا احيانا ما بحبش صوتي بس الناس بتقول ان انا صوتي مميز فعادي يعني المفروض الواحد ان هو يتقن الفن والحب والتقييم ده بيبقى الشخص التاني موسيقى